أعرب السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن خالص تعزيه ومواساته لوزارة الداخلية وأهالي شهيد الواجب الوطني الذي استشهد مساء أمس أثناء أداء الواجب الوطني إثر عمل إرهابي في قرية كرباباد متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأكد رئيس المجلس الموقف النيابي الواضح والثابت لدعم كافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات وأكد رئيس مجلس النواب أن التصدي للإرهابي والإرهابيين غدت مسؤولية مجتمعية هامة وأن التضامن ودعم رجال الأمن والداخلية وحفظ النظام واجب وطني ويجب تفويت الفرصة أمام كل عابث ومجرم وإرهابي ودعم له وأن مملكة البحرين قادرة على تجاوز كافة التحديات من أجل مستقبل الوطن وصرح معاليه أن مملكة البحرين وبقيادة جلالة الملك المفدى ستمضي قدما نحو حماية الوطن من الإرهاب والدفاع عن المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية عبر التمسك بالوحدة الوطنية بين كافة أفراد المجتمع وبتطبيق القانون وضاف رئيس المجلس أن تضامن دول العالم الإسلامي مع مملكة البحرين في القمة الإسلامية كشفت للجميع خطورة التدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية التي كانت ولا تزال تتعرض لها البلاد وأن من يدعم الإرهابيين من دول ومنظمات أصيبت بالخيبة والهزيمة وهددت بمزيد من العنف والتطرف ضد الدول والمجتمعات التي تتصدى لإرهابها ومخططاتها ومزاعمها ترجمة نانسي قنقر